اهلا بكم حلقة من حلقات كل يوم معلومة عن برج وزي ما اتفقنا ان هي تبقى مجموعة حلقات صغيرة كده وده تحدي ليه عشان اتعرفين انا بكلم كتير قوي في فيديوز بتاعتي النهاردة المعلومة الجديدة اللي هنقولها هنقولها على برج التور وفاكرة صاحب فكرة ان انا اعمل برنامج كل يوم معلومة عن برج كل يوم معلومة جديدة عن برج من برج التور فطبعا تحية لبرج التور النهاردة المعلومة اللي عايز اقولها عن برج التور هو ان برج التور برج قادر قدرة رهيبة عجيبة على التحكم في مشاعره متتحداش برج التور في ان هو يتحكم في مشاعره لان هو عنده تالنتد في الموضوع ده برج التور ممكن يبقى حاسس بمشاعر قوية جدا جدا ويقدر يكبت ويقفل عن مشاعر دي لدرجة ان انت هتنبهر حتى لو انت حيسس ان هو بيحبك او بيغير عليك او بيخف عليك هو عنده استعداد ان هو يتبارد ويبين ان هو بارد جدا جدا وان هو مش في دماغه وان هو ولا حاسس بحاجة بيعرف يتحكم في انفعالاته وفي ردود افعاله بطريقة هتستفزك انت شخصيا وعشان كده بيبرع في استفزاز اي حد بيحاول يعني يلعب معا لعبة كده مش لطيفة برج التور من الابراج اللي ممكن بجد يكون بيحبك قوي وبيغير عليك جدا جدا وفي الاخر انت تعتقد تتجنن هو اللي مش مبين هو مش من الابراج الابراج المتحدثة الجيدة يعني هو مش بتكلم كتير كاتومش كاتوم ساكت ما بيتكلمش كتير فدي من الحاجات اللي دايما هتبقى خليك محتار هو غامض على فكرة برضو هتخليك محتار عشان انت مش فهمه مش قادر تفهمه مش قادر تفهمه بفكر ازاي لان هو ما بيعبرش عن مشاعره بالكلام هتلاقيه دايما مشاعره بيعبر عنها بالافعال وهو ما بيثقش في الكلام كمان انت لو عايز تخليه يثق في كلامك اعمله افعال ما تعملش كلام لان الكلام بالنسبة له حاجة مش مهمة اطلاقا فدايما ما تصقش في ردود افعال بورج التور اللي ممكن يكون متحكم فيها بنسبة 99 و 10% لان هو يبرع ودي حاجة بصراحة لازم نحييه عليها ان هي حاجة صعبة قوي قوي انت تقدر تتحكم في مشاعرك وتبين عكس مشاعرك اللي جوه قلبك وجوك شكرا قولولي تحت الكلام ده مظبوط يا تور يا تيران ولا لأ بحبكو قوي 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 تانكيو باي